طيب لو راجل أو ست مر بتجربة وتجربة عاطفية طلعت بشكل عكسي هل هو كده بقى معرض بعد كده يخش في علاقة بعد كده اللي احنا مثلا بنتكلم عليها بتجربة خاطئة قصدك ايه علاقة بشكل عكسي يعني هو مر بتجربة ما طلعتش بشكل مظبوط معه سواء راجل أو ست هو داخل معاها بعلاقة عاطفية وتجوزه وحصل طلاق للراجل أو للمرأة اه انه حصل انفصال يعني وحصل انفصال ما بينهم اول حاجة هيقابلها او هي اول حاجة هتقابله العلاقة ما بينهم هتبقى فيها احنا لسه بنتكلم دلوقتي على ادمان العلاقة هاي مدخلين مستعد على ادمان علاقة فهو مش قادر يسيطر هاي للسؤال ده جدا طبعا طبعا لانه في الحالة دي هو بيبقى عنده حالة هروب اولا هو عايز يواجه كل المشاعر للطرف التاني عشان عايش حالة انكار انه لسه في مشاعر ناحية الطرف اللي لسه منفصل عنه نعم فبيهرب بكل اوجاع وكل المشاكل اللي جواه وكل الالم وكل المشاعر اللي احتياجات احتياجه لتقدير ذاته لانه تساب ممكن احتياجه لاستمداد قيمته ويرضي غروره وكذا كذا كذا فكل ده بيقوم راميه في العلاقة التانية فبيتعلق فيا اما بيتعلق اما بيكون تاكسيك برضو انه هو عايز يستمد كل ده من الطرف التاني لكن في كل الاحوال هي بتبقى علاقة غير صحية مصبوط فخطر جدا ان انا اخرج من علاقة اجري اهرب لعلاقة تانية عمرها ما هتكون علاقة سوية ابدا اشتركوا في القناة